أعلنت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة من تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عن تخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدل وقد أكدت قرينة عاهل البلاد المفدة أن المرأة البحرينية أثبتت بأنها قادرة على القيام بدورها الريادي وأن تحقيق العديد من الانجازات ذات الأثر الإيجابي على مسار أدائها في مجال العمل القانوني والعدل من خلال إصرارها على دخول كافة مجالاته والتزامها باستدامة مشاركتها وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها سلك القضائي والقانوني في مملكة البحرين ما أهلها للوصول إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في طري ما تحظى به من دعم وقناعة الإرادة السياسية في مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية وما أتيحت لها من فرص عادلة ومتكافئة في مجالات العمل المختلفة معتبرة ذلك مؤشرا على ما يشهده المجتمع البحريني من تغيرات إيجابية تعزز من مساهمة المرأة في شتى المجالات ونعكاسا للجهود الواضحة نحو إدماج مكون المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الوطنية كشريك جدير في البناء والتحديث الوطني جاء ذلك لدى استقبال سموها حفظها الله صباح اليوم بمقر المجلس أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المؤسسات القانونية والعدلية بحضور كل من معالي المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ومعالي الشيخ خليفة بن راشد الخليفة رئيس المحكمة الدستورية ومعالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وسعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعدد من القاضيات والمحاميات العاملات في السلك القانوني والعدلي وقد أشادت صاحبة السمو بمسيرة المرأة البحرينية العاملة في المجال القانوني والعدلي على مدى أكثر من أربعين عاما كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي وتولي مناصب إدارية متعددة في السلك القضائي لتصل إلى منصب وكيل نيابة وقاضية مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تواصل المرأة البحرينية إثبات كفاءتها وأن تستمر الجهود التي تراعي جوانب تكافؤ الفرص وإدماج إحتياجات المرأة في مجالات العمل لاستدامة تقدمها منوعة بتشكيل لجاني تكافؤ الفرص في وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة الإفتاء والتشريع والتي تحظى برئاسة رفيعة من قبل مسؤولي تلك المؤسسات من جانبهم أشاد الحضور بتفضل صاحبة أسم الملكي رئيسة المجلس الأعلى بتخصيص يوم المرأة البحرينية 2016 للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلية معتمرين ذلك فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم مشاركة المرأة وإبراز قصص نجاحها في هذا المجال لتحفيزها واستقطابها من أجل زيادة نسبة مكون المرأة وإصالها لمواقع صنع القرار في المؤسسات القانونية والعدلية مؤكدين أن المرأة القانونية كان لها دور فاعل في المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل المفدى منذ إعداد مثاق العمل الوطني الذي ثبت حقوق المرأة البحرينية بنصوص دستورية واضحة وصريحة موسيقى اشتركوا في القناة مناسبة وطنية تحظى دائما باهتمام صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فسموها تحرص دائما أن تتوج إنجازات المرأة البحرينية في كل عام وفي مختلف القطاعات واليوم اختارت سموها أن تتوج إنجازات المرأة البحرينية في القطاع القضائي والعدلي لعام 2016 شرف كبير لنا أن تعلن صاحبة سمو عن اختيار السنة هذه المرأة في القطاع القضائي والعدلي الاهتمام بهذا المجال بالنسبة لنا بيلقي ضوء كبير على ليس فقط المجهودات القائمة فيما يتعلق بدور المرأة في هذه الأجهزة ولكن أيضا في المتطلبات أو التحديات الكبيرة التي تتعلق بعمل هذه الأجهزة ودور المرأة فيها فاعتقد أن دورنا سيكون هناك أولا تنصيق بين عدة جهات جميع الجهات التي تعمل في قطاع العدلي سواء كان مجلس على قضاء النيابة العامة هيئة الإفتاء والتشييع وكذلك وزارة العدل والمحكمة الدستورية هناك تنصيق فيما بينهم ولكن السنة هذه سيكون هناك تنصيق أكبر من قام به المجلس الأعلى للمرأة بهذه الاحتفالية وهذه الاحتفالية في 2016 احتفاءا بدور المرأة في المجال القانوني والمجال العدلي له دلالة واضحة على ما بذلته المرأة وما تبدله في هذا المجال بأن تقدم ما لديها من إمكانيات في مجال القضاء ومجال القانون حقيقة اليوم سمو الأميرة أعلنت هذا التدشين وسنعمل جاهدين حتى نحقق أو نبني هذه العملية بحيث نؤكد بأن المرأة القانوني لا تقل عن الرجل في الجانب القانوني وبحسب الأرقام فالمرأة البحرينية أكدت قدرتها على اختراق القطاع القضائي والعدلي وبجدارة أعتقد أن هذا ليس سقف الطموح نحن أكبر من ذلك وإن شاء الله أتوقع أن أيضا حتى الأجهزة المساندة على سبيل المثال تكلمنا مع سمو الأميرة على موضوع كطبيبة شرعية لدينا أول طبيبة شرعية في البحرين لدينا خبيرة تزوير وخبيرة تزييف لدينا رئيسة مختبر جناي أعتقد أن المرأة في البحرين فعلا أخذت مكانها الطبيعي ولم تأخذه إلا عن طريق إصرار وعزيمة ونجاح أنا سعدت اليوم كثيرا بلقاء صعبة السمو الملكي الأميرة سبيلت لحافظة وسعدت أكثر كذلك باختيار هذا العام للمرأة في المجال العدل والقانوني الحقيقة المرأة في القانونية بقريجة كلية الحقوق أسهمت في كثير من المجالات ويمكن أكبرها المجال القضائي الأول من ديسمبر هو موعد الاحتفال بالمرأة البحرينية وإلى ذلك اليوم سيتعاون المجتمع بمؤسساته وهيئاته على إنجاح هذا اليوم تتويجا لجهود المرأة وعطاءاتها سيدة البحرين الأولى أعلنت اليوم عن قطاع جديد أثبتت فيه المرأة البحرينية قدرتها على أن تكون رقما صعبا فيه ليكون هذا العام مخصصا للاحتفال بعطاءاتها وإنجازاتها سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين